الماليشيات الانقلابية وبعد تلقيها هزائم كبيرة وتكبدها خسائر فادها أصبحت تتخبطك الذي يتخبطه الشيطان من الماس فبعد تراجعها الكبير في البيضاء والجوف ونهم وميدي والساحل الغربي لليمن وخسارتها العشرات من قياداتها وعناصرها لجأت إلى الطلب من كل عاقل حارة أو حي في العاصمة الصنعة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها تجنيد ما لا يقل عن عشرة مسلحين لرفض جبهات القتال في غضون شهر ذاك ما كشفته مصادر محلية وسياسية في العاصمة ومحافظات أخرى الماليشيات هددت عقال الحارة الرافضين والعاجزين عن تلبية طلبها بخطف أبنائهم إضافة إلى تغريمهم مبالغ مالية الماليشيات بعد تلقيها لصفعات قوية في جبهات القتال المختلفة في تعز في ميدي في نهم في البيضاء خسرت الكثير من قيادتها الكثير من كوادرها الكثير من أفرادها خسارة فادحة الآن لقات إلى التجنيد الإجباري في كل المحافظات الواقعة تحت سيطرة الإنقلابيين صنعاء ذمار بحجة المحويت الحديدة إجراءات يقول خبراء السياسة والعلوم العسكرية أنها إشارات إلى حالة الانهيار التي تعيشها الماليشيات في صفوفها وعجزها عن سد الثغرات في جبهات القتال وهي حيلة العاجز الذي شارف على النهاية هذه الماليشيات وصلت إلى مرحلة الانهيار وصلت إلى مرحلة الانهيار أولا من البوادر التي تظهر مثل تجنيد الأطفال وتجنيد النساء وكذلك الهروب من المعارك وكذلك سقوط العديد من القادة في الأسبوع الماضي هذا واليوم عدو يوم ثلث سقط 19 قياد عسكري وسقط 120 قتيل من أفرادهم الصفعات التي تتلقاها الماليشيات الانقلابية أفقدتها القدرة على المبادرة في المشهد العسكري كما أفقدها أغلب قيادات الصف الأول وأصبح مسألة الحصم معها مسألة وقت ليس إلا أن تلجأ الماليشيات الانقلابية إلى التجنيد الإجباري في صفوف الأطفال والنساء فذاك يعني انهيارا شاملا في صفوف مقاتليها في جبهات القتال يقول خبراء عسكريون محمد الحذيثي الإخبارية ترجمة نانسي قنقر